منحة الالف جنيه تفاصيل جديدة وإحنا عارفين ان التفاصيل دي بيسكن فيها زي ما بيقولوا الشيطان يسكن أو يكون في التفاصيل تفاصيل جديدة بشأن التسجيل والفئات المستحقة كبرت يعني كبرت في دماغي ومش حسيب الحكاية بقى مش حنسيبها والله إيه لما شوف أخرتها إيه؟ إمتى حتصرفوا الفلوس دي للناس يا نصبين يا كدبين هو كلكم بقيته غدا والي ولا إيه؟ الالف جنيه دي ما حيراكوا ليه للعمالة الغير منتظمة أعلن عنها السيسي وخد اللقطة وطلعوا بالليل الإعلاميين بتقولها سقفوا يا سلام ايه الحلوة دي يا منقذ الشباب يا المنحز للغلبة والفؤر إحنا هنتابع معاكم بقى كبرت في دماغنا عايزين نعرف حتصرفوها إمتى دلوقتي يقول لك فيه شروط لازم تعمل مش هتلاقي نفسك الشروط دي تصرف عليها سبعمائة تمنمائة جنيه عشان تجيب لهم وراء عشان تاخد في الآخر ألف جنيه إيه زي خدتهم؟ طيب إحنا مكملين معاكم لحد ما نشوف آخرتها إيه مع الآلف جنيه الجملي اللي ما بتستويش دي عاملة زي اللحمة الجملي بتحطها على النار تصرف عليها غاز قد تمن اللحمة أصلاً أنا آسف ده كان زمان دلوقتي يفيش حاجة بيتأدى تمن اللحمة